الى ما بعد شهر رمضان حددت اللجنة المالية النيابية موعد التصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة لاكمال مناقشة القانون بين اللجان النيابية والجهات التنفيذية المعنية تخصيصات الدعم الطارئ خفضت من 35 الى 25 تريليون دينار لدعم الامن الغذائي والتجارة والزراعة وتوفير مفردات السلة الغذائية اضافة الى فقرات اخرى الفقرات الموجودة في هذا القانون هي متعلقة بدفعات ديون تتعلق باستجرار الطاقة الغاز من ايران وديون لها عن الكهرباء تتعلق بتطوير القطاع النفطي بتأمين البطاقة التموينية بشراء الحنطة بدفعات الفلاحين بما يعزز مصالح الفقراء دعم البطاقة التموينية بشكل جيد جدا كل الذين يعارضون هذا القانون هي مراكفات سياسية وليس هناك مصلحة وطنية في تعطيل هذا القانون الفقرات الخلافية تمت مناقشتها وتعديل بعضها فيما تستمر اللجنة المالية النيابية باستضافة وزراء التخطيط والمالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية لانضاج القانون وتقديمه الى مجلس النواب للتصويت عليه فيما يرى اقتصاديون ان اقراره مهم في الظرف الحالي لاطلاق يد الحكومة في صرف التخصيصات الكافية لمفردات السلة الغذائية ودعم الشرائح الفقيرة في ظل الظرف الحالي وموضوع الانسداد السياسي مثل ما يطلق عليه البعض اعتقد بحاجة ماسة الى قانون للدعم الطارئ للامن الغذائي انا ركز على الامن الغذائي وتخفيف التنمية واعتقد ان القانون سيمرر بشكل او باخر القانون مناسب لهذه المرحلة يطلق يد الحكومة في بعض الجوانب وليس بشكل مطلق وبالتالي لا يوجد خيار في ظل الازمات المتكررة العالمية والمحلية سوى تمرير مثل هذا القانون وبمجرد الانتهاء من مناقشة وتعديل بعض فقرات مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيمرر في البرلمان كونه يحظى بتأييد اكثر من نصف عدد النواب بحسب اللجنة المالية اضافة الى قراءته قراءة اولى وثانية ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد